شوطنا الثاني عشر الخاص بانطلاقة وتحديات ازمون المهجنات الاصائل بشعارات ابناء القبائل التي نتابعها من ارضية هذا الميدان تابع هذا الانطلاق نتابع التحدي نتابع الاثارة وهنا نسير مع مقادمة هذا الشوطي وهذا الاندفاع هنا للثمانية كيلو مترات ونتابع الصدارة والمقادمة والمركز الاول والذيب المنطلق بصدارة هذا الشوط المسلم بن سالم بن ناصر بالمر العامر من ياتين على الصدارة وعلى المقادمة وعلى المركز الاول بينما المركز الثاني مربك اعمير بن الصغير بن قنون بن يراجل اكتبي من يقدم على المركز الثاني والمركز الثالث مياس خليفة بن يمعب بن عتيج الرميثي من يقدم لنا مياس على المركز الثالث بينما المركز الرابع المركز الرابع ومن الجانب الاخر بن سليم يأتينا بهذه الانطلاق وبهذا الاداء الجميل مع هنا الانطلاق والتحدي المميز الجميل الهرش العلي بن سعيد بن مبارك الزرعي من ينطلق على المركز الرابع والمركز الخامس الترس لساري بن سيف بن ساري بنبلوش المزروع من يقدم على خامس المراكز والمركز الثالث مبشر هنا بانطلاق حمدان بن حمد بن الضعيف بن اغدير من يقدم بهذه الانطلاق على سادس مراكزنا المهيب على المركز السابع المهيب بانطلاقة عيسى بن مبارك بن سعيد هنا بن مرخان القادم نهرين السالم بن محمد بالسلمي العفاري من ينطلق بهذه الانطلاقة هنا والتحدي الجميل على الثامن المراكز المركز التاسع يأتي الشبل بانطلاقة سالم بن حمد بن دري الفلاح من يقدم لنا الشبل بهذه الانطلاق الجميلة وصل هنا مغرد وصل مغرد لسلطان بن محمد بن سلطان بن ميرين لي اقتبي من ياتينا بهذه الانطلاق ها هي الاسماء هو شعار ايضا كاسب بن سلم بن كاسب بن مسافر من يتدخل هذا الانطلاق ها هي الاسماء هنا وايضا اسامي خلف المراكز العشرة الاولى ايضا قادمة باحث عن الفوز وعن التحدي هو عن الاثارة نعود مشاهدين ومتابعين الكرام الى صدرة نعود الى المقدمة هو الى المراكز الاولى هنا رباعية جميلة بقيادة مياسي في هذه اللحظات مياسي من قادة المجموعة لخليفة بن يمعى بن عتيج الرميفي بينما الهرش من الجانب الاخر علي بن سعيد بن مبارك الزرعي من يقدم بهذا الانطلاق بشعار بن سليم ينطلق بهذه الانطلاق وبهذا الاداء الجميلة القادم مربك مربك العمير بن الصغير بن قنون بن يرادة لاكتبي من يقدم مربك على ثالث مراكزنا المركز الرابع ياتذيب امسلم بن سالم بن ناصر بالمرة العامري وعلى المركز الخامس وصل نهرين وصل نهرين بهذا الانطلاق لسالم بن محمد بالسلمي لعفاري من يقدم هنا على المركز الخامس وسادس مراكزنا يأتي مبشر لحمدان بن حمد بن الضعيف بن غدير اللي اجتبي والترس من الجانب الاخر ينطلق على سابع المراكز لساري بن سيب بن ساري بن بلوش المزروعي من يقدم على المركز السابع المركز الثامن يأتي الصايل كاسب بن سالم بكاسب لم سافر من ينطلق مع الصايل على المركز الثامن بينما المركز التاسع المركز التاسع لضا لضا هنا القادم بن سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي من يقدم لنا لضا من قدم لنا لهب وقدم شاهينا ايضا في الاشواط المهجنات الماضية لفوز وناموس لقدم هنا لضا بهذا الانطلاق عاشر مراكزنا المهيب عيسى بن مبارك بن سعيد بن مرحان لاجتبي هذه النتيجة للمراكز العشرة الاولى عناها على حضاراتكم ونقترب مشاهدين ومتابعين الكرام من تتابعوننا عبر قنوات دبي ريسنج الناقلة لهذا الحدث المميز الى منتصف المسافة الى لوحة الاربع كيلو مترات هنا نتابع الصدارة نتابع المقدمة والمركز الاول صدارة هذا الشوط من الجانب الاخر هنا ولكن الصدارة مع مياس المنطلق قليف بن يمع بن عتي جرميثي من ياتينا على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الاول مع منتصف المسافة والاربع كيلو مترات هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا بسد دقائق تسعة وعشرين ثانية هو التوقيت للاول اربع كيلو مترات المركز الثاني هناك يأتينا الهرش علي بن سعيد بن مبارك الزرع من يقدم على المركز هنا ايضا الثاني بهذه اللحظات وبهذا الانطلاق الجميل نتابع مشاهدنا الكرام الانطلاق المركز الرابع وهنا المنطلق بهذه اللحظات نهرين نهرين لسالم بن محمد بالسلمي لعفاري ومربك مربك العمير بن الصغير بن قنون بن يرادة لاجتبه من ينطلق بهذه الانطلاق وخامس مراكزنا يأتينا الزيب هنا المسلم بن سالم بن ناصر بالمرة العامري هنا المنطلق بهذه الانطلاق وبهذا الاداء لضا القادم هنا لضا القادم ايضا والمتسلل لسعيد بن اغدير بن عبيد الاكتبه من يقدم بانطلاقاته وتحدياته من الجانب الاخر يأتينا الصايل كاسب بن سالم بكاسب بن مسافري من يقدم الصايل بهذه الانطلاق وبهذا الاداء الجميل والتحدي المميزون الوصول 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 من الذيب حمد بن عوض بن زيتون الامهيري ولكن من الجانب الاخر المنطلق هناك بالشر لحمدان بن حمد بن فعيف بن اغدير الاكتبه ادم ايضا بهذا الانطلاق المهيب المتسلل المهيب هنا ايضا عيسى بن مبارك بن سعيد من مرخان الاكتبه يأتينا بهذه الانطلاق وصل شعار ابو ذرسك هنا يأتينا مشغل زعل بن علي بن زعل المنصوري القود بهذا الانطلاق والقادم بهذا التحدي الجميل الله الله ها هي العشرة الاسماء المنطلقة الجميلة لنا عودة الى الصدارة لنا عودة الى المقاتمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوت وهنا التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة نهرين 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 من انطلق بصدارة انطلق بالمقدمة وبالمرخز الاول وصدارة هذا الشوت نهرين من ينطلق هنا بهذه الانطلاق لسالم بن محمد بالسلمي لعفاري من ينطلق ومياس هنا بعد زاوية الالتفاف الاخير هذا المضمار مياس خليفة بن يمعاب بن عتيج الرميثي ينطلق بهذا الاداء وصل المهيب وصل المهيب 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 على ثاني المركز مراكز عيسى بن مبارك بن سعيد بن مرحان الاقتبي ومبشر حمدان بن حمل بن ضعي بن اوذير الاقتبي ثالثا المركز الرابعين نهرين لسالم بن محمد بالسلمي لعفاري وقودم مشغل زعل بن علي بن زعل المنصوري ويعوده نذيب سلم بن سالم بن ناصر بالمرة الحومري وسابعي مراكزنا من الجانب الاخر المنطلق مناور لسعيد بن نايع بن سالم النعيمي من يقدم بهذا الانطلاق والاداء المميز ثامن مراكزنا الشبل هنا سالم بن حمد بن دريف الفلوحي والصايل جاسب بن سالم بن كاسب بن مسافري انذيب القادم حمد بن عوض بن زيتون المهيري الله الله على هذا التجمع الجميل للزمول المهجنات الاصائل ياتي سرمد خالد بن عبدالله بن الشيخ بن مبارك الشامسي اول ندا بهذا الانطلاق ومغرد سلطان بن محمد وسلطان بن ميرين لا اقتبي واعود اعود الى الصدارة اعود الى المقادمة هنا خليفة بن يمع بن عثي جرميثي يقدم مياس على الصدارة على المقادمة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني المهيب عيسى بن سعيد عيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاقتبي ويأتي مشغل هنا ولكن الشبل 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 من تسلل بشعار الشبل ايضا يؤتي بهذا الانطلاق هنا والتحدي سالم بن حمد بن دريف الفلاحي من يقدم الشبل بهذا الانطلاق وبهذا الادو الله الله الجميل الله والتحديات المتميزة يأتينا من اول سعيد بن نايع السالم النعيم وذيب ذيب 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 حمد بن عوض بن عزيق وزيتون لمهيري ومن الجانب الاخر من دقاش يأتينا مع جزيل لسيف من دقاش بن محمد الحامري مايبنال طوري اتونا من خلف العشرة المراكز السلام ستمية متر الاخيرة المهيبة على الصدارة المهيبة على المقادمة على المركز الاول عيسى بن مبارك بن سعيد بن مرهان الاقتبي وهناك من الجانب الاخر يأتينا جزيل لسيب النقاش بن محمد العامري امناور لسعيد بن نايع بن سالم النعيمي الذيب الحمر بن عوض بن زيتون لمهيري الصايل الكاسب بن سالم الكاتب لم سوفري السلام التحديات الاخيرة التحديات الاخيرة السلام ولكن هنا جزيل 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 من ينطلق الى الصدارة ينطلق الى المقدمة الى المركز الاول وصدارتها بشوط لسيف بن نقاش بن محمد العامري من قدمه على استداره على المقدمة وعلى المركز الاول المركز الثاني من اور المناور يحاول يسعيد بن نايع بن سالم النعيمي ولكن جزيل هو الاقرب للفوج الاقرب للناموس سلام للسلام تهانينا لسيب النقاش بن محمد العامري ورحبة الوصول الى خلط النهاية لكاسب بن سالم الكاسب المساز للمركز الثالث من اور من 2019 النعيمي وهناك مهيب بشعار عيسى بن مبارك بن صعيم مرحان وذيب الحمد بن عوض بن عتيق بن زيتون بن فاني من وصل بهذا الانطلاق ونعود الى التوقيت الزمني الى التوقيت الزمني ولحظة الوصول مشاهدين الكرامي بهذا الانطلاق وهذا الاداة المميز الذي قدم مشاهدين الكرامي جزيل السيب النقاش من محمد العامري سجل في التعيير دقيقة ثلاث ثواني ستة من الاجزاء من الثانية تهانين ونموس على هذا الفوز وسلام لأهالي الفوعة بينما السائل من اتانا بثل التعيير دقيقة اربع ثواني جزئين من الثانية تهانين لكاسب بساني بكاسب المسافري والتهنية العبدالله بخادم الزرعي ايضا من قدم بينما يأتينا هناك ذيب من الجانب الاقر هو صاحب المرقدي الثالث الحمد بن عوض بن زيتون المهيري قاطع المسافذ التعيير دقيقة اربع ثواني تسعة من الاجزاء من الثانية الرابعا يأتينا من ناور لشعيد بن نايع بساني بن عيمي وخامس سنة المهيبة العيسى بن مبالك بن سعيد بن مرخانة تهانين ونموس تهانين للجميع بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين متابعين الكرام مستمعين